لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أعزائي المشاهدين برحب بيكم في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل وأنوان حلقاتنا النهاردة ابن حجر الكبوري إحنا ما زلنا في الإرجاء في باب الأسماء والأحكام وأن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان وأن أي عمل شركي مش بيأثر على الإيمان والنهاردة هنتكلم عن نقطة مهمة جدا اتكلم عنها الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري وهي في حد ذاتها مش جديدة على أي مسلم لكن طريقة شرح ابن حجر فيه من نقشة النقطة دي هي الجديدة وهنبدأ بحديث في كتاب الإيمان صحيح البغاري كتاب فضائل المدينة باب الإيمان يقرز إلى المدينة يقولينا كده عن أبي هريرة أن رسول الله قال أن الإيمان لا يقرز إلى المدينة كما تقرز الحية إلى جهرها ورغم أن الحديث بحد ذاته مش موضانة لكن المعنى مهم نفهمها عشان نفهم تعليق ابن حجر معنى الحديث باختصار أن الإسلام يشبه الحية اللي لما بتخاف تستخبف جهرها ورغم أن الصورة غريبة أن ابن حجر شرح الحديث بطريقة أغرب فابن حجر بيقول إيمان وكل مؤمن له من نفسه سائق إلى المدينة لمحبته في النبي فيشمل ذلك جميع الأزمنة لأنه في زمن النبي للتعلم منه وفي زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم للاقتضاء بهديهم ومن بعد ذلك لزيارة قبره والصلاة عليه في المسجد أو في مسجده والتبرك بمشاهدة أثاره وأثار أصحابه والملحوظة الأولى أن الحديث بيتكلم عن وقت يكون الإسلام فيه ضعيف خايف من أعداء وإزاي ابن حجر فهم أنه فيه حس على الزيارة يعني كان المفروض أن الحديث يكون المفهوم منه أن المسلمين يروحوا لمدينة عاصمة الإسلام للدفاع عن الإسلام مش الزيارة فقط والملحوظة الأهم إزاي ابن حجر بيشرح زيارة قبر النبي والتبرك مع أن زيارة الكبور بشد الرحال يعني السفر لزيارة الكبور أي قبر ولو كان قبر النبي محرم شارعا لأن فيه حديث بيقول قال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد إلا لثلاثة مساجد المسجد الحرام المسجد الأقصى ومسجتي هذا لكن الشيخ البراك استشهد بقول ابن تيمية وذكر المعنى أن ذلك مباح ورح قال لنا إيه وذكر أن بعض الولماء قد يهبر بزيارة قبره عن زيارة مسجده صلى الله عليه وسلم يعني البراك بيقول أنه ممكن بعض الولماء يكون قصده يقول زيارة مسجد الرسول بس بيعبر بالمسجد أنه قبره ويكمل البراك بيقول إيه كما جاء في عقيدة أبي عثمان السابوني وقد ذكر هذا المعنى الشيخ الإسلامي من تيمية لأنه لا أحد من العالمين بالسنة يقصد بالسفر إلى المدينة مجرد زيارة قبره صلى الله عليه وسلم ومن وصل إلى المدينة وتردد في نواحيها البراك بيقول لأن فيش حد عارف بالسنة ممكن يكون قصده بالسفر للمدينة بس لمجرد زيارة القبر وطبعا ابن حجر قالوا بكل وضوح نعيد كلام ابن حجر لزيارة قبره والصلاة في مسجده والتبرك بمشاهدة أثاره وأثار أصحابه ده ابن حجر مش بس عنده غلو ده قدم القبر قبل المسجد وهنا ابن حجر قال إيه زيارة القبر وبعدها رح قال إيه الصلاة في المسجد يعني ما قالش زيارة قبره وإحنا ممكن نفهم إنه كان قصده يقول زيارة مسجده لا قال اللي اتنين وارا بعض زيارة قبره وصله في المسجد يعني ما ينفعش إن أول ما زي ما الشيخ البراك قال إن ابن حجر الحافظ كما هو يعني لقبه أمير المؤمنين في الحديث وأهم الشرح للبخاري لا يفطن لهذا الشيء ويقوم بتوضيحه وما عرفش إنه كلامه فيه مخالفة عقادية وهنشوف الشيخ ابن بازعلق بصورة أوضح وأكتر وضوح وقال إيه زيارة القبر إذا احتاجت إلى سفر جائزة مشروعة طبعا لا استقلالا فلا يجوز السفر لقصد زيارة القبر إنما تشد الرحال لزيارة المساجد السلاسة فقط والتبرك بالمشاهد والأثار بدعة منقرة ووسيلة إلى الشرك يعني إنت لو هتسافر علشان هتزور القبر ده يكون طبعا يعني إنت تكون ناوي الأول تزور المسجد وبعده تزور القبر بعدها وأكد البراق بالمشاهد والأثار ده بيكون وسيلة للشرك نهاية كلامة ابن حجر تاني بيقول إيه كل مؤمن له من نفسه هو سائق إلى المدينة لمحبته في النبي فيشمل ذلك جميع الأزمنة لأنه في زمن النبي للتعلم منه وفي زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم للاقتداء بهديهم ومن بعد ذلك لزيارة قبره والصلاة في مسجده والتبرك بمشاهدة أثاره وأثار أصحابه وهنشوف فاتوى ابن باز وحكمه على اللي بيروح يزور القبر والتبرك يقول إيه ما سؤال ما حكم السفر لزيارة قبر النبي وغيره من قبور الأولياء والصلاحين وغيرهم راح الرد بيقول لا يجوز السفر بقصد زيارة قبر النبي أو قبر غيره من الناس في أصح قولي العلماء لقول النبي لا تشد الرحال إلا لسلاسة مساجد المسجد الحرام مسجد يهازا والمسجد الأقصى متفق عليه والمشروع لمن أراد زيارة قبر النبي وهو بعيد عن المدينة أن يقصد بالسفر زيارة المسجد النبوي فتدخل زيارة القبر الشريف وقبري أبي بقره وعمر والشهداء وأهل البقية طبعا لذلك وإنه هما جازة لأنه يجوز طبعا ما لا يجوز استقليلا أما نية القبر فقط بالزيارة فقط فلا تجوز مع شد الرحال وهنا أكد الشيخ ابن بيز أن اللي يروح المدينة هو يقصد زيارة المسجد النبوي فيدخل في زيارة القبر وكبر الزحابة زي أبو بقر وعمر ما فيهش أي مشكلة ولكن لو النية لما أنت تكون تروح عشان تزور القبر فقط لا يجوز وخلينا نتأكد أن ابن حجر يقصد زيارة القبر منفردة خلينا نتأكد لو افترضنا جدل أن ابن حجر يقصد زيارة قبر الرسول استقلالا هنشوفي إزاي بيستشهد بقبر غير قبر الرسول كمان في صحيح البخاري كتاب الشروط باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتاب الشروط يقول لنا كده الحافظ عن الزهري فكتب رسول الله إلى أبي بصير فجاء كتابه أبو بصير يموت فمات وكتاب رسول الله في يده فدفنه أبو جندل مكانه وجعل عند قبره مسجدا هنا يعني إيه يعني فيه واحد صحابي اسمه أبو بصير مات وأبو جندل دفنه وجعل عند قبره مسجد واستشهد بيها ابن حجر على جواز بناء المسجد على القبر وهنشوف تعليق الشيخ البراق رح قال لنا إيه قال هزير ومنقرة لا تصح سعدا ولا متنا وخلينا كمان نشوف كمان الألباني الشيخ الألباني علق عليها وعلى أسانتها وصال وجال في كتاب اسمه كتاب تحذير الساجد من اتخاذ الكبور مساجد وبعد إنه حكم إنها ضعيفة ومنقرة رح قال إيه قال ثانيا لو افترضنا إن النبي علم بذلك وأقره فيجب أن يحمل ذلك على إنه قبل التحريم لأن الأحاديث صريحة فإن النبي حرم ذلك في آخر حياته كما سبق فلا يجوز أن يترك النص المتأخر من أجل النص المتقدم على فرض صحته عند تعارض على فرض صحته عند تعارض وهذا بي لا يخفى نسأل الله تعالى أن يحمينا من اتباعها الألباني حكم على ضعف الحديث وهنا فيه سؤال لتلاميذ الألباني هل ابن حجر ما يعرفش إنه بيستشهد بحديث ضعيف أكيد الحديث ده عند ابن حجر مش ضعيف لكن الألباني قال لو إحنا افترضنا إن النبي عرف موضوع أبو جندل وإنه تبنى على قبر أبو بصير مسجد ده بيكون قبل التحريم لأن النبي في آخر حياته حرم وإحنا ناخد بالنص المتأخر وهنا فيه سؤال بقى للألباني أو أي واحد من تلاميذ الألباني بيقترع بكلام الألباني هل من الممكن يا تلاميذ الألباني إن يكون الشرك حلال في وقت ويتم نسخه يعني هل العقيدة ممكن تتنسخ هل ابن حجر وهو الحافظ وأمير المؤمنين في الحديث ما يعرفش إن هذا الفعل الشرك مخرج من الإسلام هل بلغ به الجهل إلى هذا المستوى وهو شارح البخاري إزاي المسلم يسق بواحد جاهل ما يعرفش الشرك من الإيمان وتاخد كتابه اللي هو شرح الأعظم كتاب بعض الكرآن وده اللي بيأكد إن ابن حجر فعلا قصده زيارة قبر الرسول منفردا في تعليقه الأول لما قال زيارة قبره والصلاة في مسجده والتبرج ومشاهدة أثاره وأثار أصحابه لأنه يرى جواز بناء المسجد على قبر صحابي فكيف قبر النبي وهو أعظم من الصحابي قطعا خليني ألاقص حلقة النهاردة قلنا فيها إيه النهاردة تكلمنا إن ابن حجر بيأكد إنك تزور قبر النبي لو عايز والتبرج بمشاهدة أثاره وأهل السنة بيقولوا لا يجوز وإني دي بدعة وشرك وإن الأصحة تزور المسجد النبي ولو حبيت بعدها تزور القبر ما فيهاش مشكلة لكن لو إنه تزور القبر ده بدعة وابن حجر مبتدع ومشرك بحكم أهل السنة إزاي المسلمين تقبلوا واحد مبتدع ومشرك بينشر بدعته من خلال شرح صحيح البخاري واحد عنده خلل في فهم العقيدة يشرح لكم سهي البخاري اللي هو مفروض أعظم شرح الأعظم كتاب بعد القرآن وخلوني ألتقي بيكم في الحلقة القادمة مع عقيدة ابن حجر لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أترد بعقل إذا ما نقبل بعقل وإذا يرد بعقل وإذا ينكر بعقل يبقى الدين يبقى ونعوبة بين عقل المساء